فقد تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المعنية في صنعاء بشأن وضع اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني والسماح له بالتواصل مع ذوي وساطة عمانية تنجح في الكشف عن مصير وزير الدفاع محمود الصبيحي والسماح له بالتواصل مع أسرته تطور جديد في ملف المختطفين السياسيين لدى ميليشي الحوثي هذا التطور لا يعرف عنه أي تفاصيل ولماذا لم يشمل أسماء مختطفين آخرين في سجون الحوثيين أقترنت بالصبيحي كمحمد قحطان وناصر منصور ملف المختطفين ملف مثخن بالآلام ومحاط بالتعقيد والكتمان الشديد وهو ملف كان قد أعلن المبعوث الأممي أنه ضمن أولويات المشاورات التي كان من المزمع إنعقادها في جينيف في سبتمبر الماضي أكثر من مرة صرحت قيادات في ميليشي الحوثي استعدادها الإفراج عن جميع المختطفين لديها لكن سرعان ما يتبخر هذا الاستعداد عندما تبدأ الخطوات الفعلية تكتم الحوثيين التام عن مصير كحطان وناصر منصور أيضا مؤشر على أن الحوثيين لا يسعون إلى حل الملف وإنهاء معاناة آلاف الأمهات التي تعبنا من الوقوف على أبواب السجون وساطة عمانية أيضا نجحت قبل أيام في عقد صفقة مع ميليشي الحوثي بالإفراج عن اثنين من أبناء المخلوع صالح فيما تداولت أنباء عن دفع أسرة صالح مبالغ كبيرة مقابل هذه الصفقة ولكن السؤال لماذا تنجح المساعي العمانية في هذا الملف وتفشل المساعي الأممية والدولية اليوم في صنعاء أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف مجموعة من الصحفيين بسبب إقامتهم فعالية تدعو إلى مواجهة التحريض على العنف في وسائل الإعلام لم يتأخر ذلك العنف حيث هاجمت الميليشيا القاعة واقتادت عددا من الصحفيين لمقر الأمن القومي وأفرجت عنهم باستثناء الصحفيين أشرف الريفي وعادل عبد المغني فضلا عن تسعة صحفيين تختطفهم الميليشيا منذ أربع سنوات رابطة أمهات المختطفين وهي رابطة محلية تشكلت من أجل إيصال أصوات المخفيين خلف القضبان طالبت في أكثر من بيان بإطلاق جميع المختطفين من سجون جميع الأطراف لكن يبدو أن ملف المختطفين أكثر تعقيدا من صفقات التبادل الموسمية وجهود المبعوث الأممية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر